أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في المجالات كافة وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ لسيما وأن مصر ستتسلم رئاسة مؤتمر أطراف اتفقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين من الجانب البريطاني وخلال استقباله ألوك شرمة رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أعرب مدبولي عن تطلعه لاستمرار العمل والتنصيق مع مملكة المتحدة خلال هذه الفترة وصولا إلى قاب 27 في مدينة شرم الشيخ هذا وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لمملكة المتحدة على نجاح المؤتمر مثمنا الجهود المذولة لإخراجه بشكل أفضل إلى نتائج إيجابية من جانبه تقدم ألوك شرمة بالشكر لمصر على التعاون والتنصيق المستمر مع بلاده أثناء استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف قاب 26 مؤكدا على استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر قاب 27